تحذير حكومي لأبناء المهرة من الخراطي في المظاهرات هل هو انحياز رسمي للتواجد السعودي في المحافظة؟ بهذا التحذير تكون الحكومة قد ساوت بين الرافضين للقوات السعودية ومن يخدم ميليشي الحوثي وبحسب ما قال مصدر الرسمي فأن الطرفين لهما هدف واحد الحكومة تقول إن القيادات التي تقود المظاهرات فقدت مصالحها في إشارة إلى الرموز القبلية التي تناهض وجود السعودية في المهرة أبرزهم وكيل المحافظة السابق سالم الحريزي قبلها كانت الرياض قد استغلت سطوتها على الحكومة لاستبدال المسؤولين غير المتعاونين معها وتعين بدائل طيعين لها مهددة بوقف الدعم المالي للحكومة ما لم يوافق الرئيس هادي على تعين راجح باكريت محافظا حسب ما قال مسؤول حكومي في يواخر 2017 نشرت السعودية قواتها في المهرة تحت مضلة مكافحة التهريب لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن طموحات الرياض في المهرة أكبر من ذلك إذ تسعى في مد خط أنابيب لنقل نفطها من حقولها الشرقية بصورة تسمح للناقلات بتجنب مضيق هرمز بؤرة التوتر الخليجي الإيراني في المقابل يتزايد الرفض الشعبي للنفوذ السعودي إذ توعدت لجنة الاعتصام بالمضيف نضالها السلمي حتى تحقيق كافة المطالب ومن بينها سحب القوات السعودية التي تمركزت في مناطق حيوية اللجنة قالت أن الاعتصامات والاحتجاجات تتصاعد في حال بقيت أسباب الأزمة وأن السعودية ستخسر رهانها وأن مصير تواجد قواتها لن يختلف عن مصير الإمارات التي فشلت مرتين في إيجاد أي موطئ قدم لها إذن الاحتقان في المحافظة قد يتصاعد بصورة أكبر فالرفض الشعبي سيصطدم حتما بالسعوديين الذين لم يشيروا بعد إلى أي استعداد للتخلي عن طموحاتهم